يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة مباراة مصيرة جدا 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 جمعة البنك الأهلي والزمالك النهاردة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز الزمالك يقلب الطاولة زي ما يقوله على البنك الأهلي ويفوز عليه اتنين واحد بعدما كان متأخر بهدفه بعشرة لاعبين بعد طرد محمد عوات في الشوت الأول قدر البنك الأهلي يسجل في نادي الزمالك اللي كان بيلعب عشر لاعبين بهدف عن طريق كريم بامبو في ديئة تسعة من الوقت المحتسب بدل من الضعاء وعرض لحضراتكم الأهداف دلوقتي الهدف اللي جابه كريم بامبو من تزديدة أخطأت يد محمد صبحي اللي كان لسه نازل مكان سيفي الجزيري بعد طرد محمد عوات سيء الحظ محمد صبحي أنا مقدرش أقول إنه هو مستوى سيء يعني هو بس سيء الحظ سيء الحظ الظروف مع الوضع مع القرات مع الضغط مع حاجات كثير قوي الوضع اللي بيلعب فيه محمد صبحي هم مش عايزة أقول معذور هو له بعض الأخطاء طبعا يتحملها لكن أمور صعبة نزيزوا بعكية عادل للزمالك في ديئة أربعة وخمسين وبعد كده واحد من رموز نادي الزمالك الأسماء الكبيرة في تاريخ نادي الزمالك شيكبالة بطريقته الخاصة بأسلوبه الخاص هدف ماركت شيكبالة هدف الفوز في ديئة تسعين عشان الزمالك يحقق فوزه الأول في هذه البطولة بطولة الدوري المصري الممتاز عن موسم 2023-2024 بالمناسبة البنك الأقلي كمان كان يتطرد له محمد فتحي في ديئة تسع وستين بعد انزار تاني يعني عوعد اتطرد خمسة واربعين شهد التاني اتطرد محمد فتحي يقدر بعدها الزمالك يعود ويسجل الهدفين هدف لزيزو وهدف لشكبالة ماشي هتكلم في كم نقطة في موضوع هذه المباراة يعني أول النقط زيزو زيزو العادي بتاعه انه هو اللي بإيده كل الحلول أي أزمة فنية بيواجهها نادي الزمالك في الملعب هتلاقي زيزو زيزو بعرضية زيزو بأسست زيزو بتزديدة زيزو بهد زيزو بأي حاجة زيزو هيحل لك الأزمة هو ده حرفية ننقل زيزو حبيبي فاكير ننقل زيزو حبيبي الفيلم الشهير بتاع الفنان القدير محمد صبحي هو ده هو ده حلال المشاكل هو ده اللي بينقذ الزمالك دائما ده زيزو والكلام عليه يعني اتفتح فيه كتب خلاص حط زيزو على جمع التاني هو شكبالة شكبالة ده بيفكرني كده بمين بكريستيون نالو كل ما يقوله عليه انتهى تريبي يطلع نار من بقه هو تعرفين كريستيون نالوات كبيرا هدف الدور السعودي وفي أي مكان يعني في أي مكان هو الهدف كل ما يتقال على كريستيون نالو انتهى تريبي يطلع نار من بقه وهو شكبالة كده الراجل داخل على 38 سنة ولسه مؤثر ولسه تزداده قوية ولسه تمريلاته حاسمة ولسه ظهوره لافت دايما شكبالة حل للزمالك كل شوية تقول ايه اه شكبالة خلاص كده خلاص وهيعتزل السنة دي وما بقى شيادر مش قادر يجري وبدأنا مش قادر يدافع وتقعد تقول كلمتين زي ما انت عايز تقول ويجي شكبالة هبه روح يحططها على طول في اليمين في الشمال في أي حت وعنده تصويبة ما بتخيبش يعني انا لو مدافع انا لو لعب وسط انا مش تسيب شكبالة اصلا يبدأ يرمي الرمية اللي هي بتاعته يحطها قدام شماله دي وإيه ويحط عشان كده كده لما هيحط هتخش في الجول كده كده يعني غالبا يعني لعب خطير بصراحة موهبة مش طبيعية شكبالة موهبة مش طبيعية ودايما وانا بتحدث عن شكبالة في أي وقت في أي فترة أقول إنه شكبالة خسرنا على مدار سنوات واحد من أفضل أفضل اللاعبين اللي جون في تاريخ مصر خسرنا هتقول لي يعني هو مش أفضل هقولك لا هو أفضل طبعا موهبة عبقرية هقولك على مستوى التاريخ والإنجازات والإمكانيات دي تعمل حاجات أكتر من كده بكتير كمان هو عمل كتير بس كان ممكن نعمل أكتر كمان بس خلاص ده اللي في قد مات شكبالة دلوقتي لعب ناضج لعب مؤثر لعب هداف لعب زكي لعب قائد لفريقه بشكل رائع جدا فتحية طبعا لشكبالة كلمنا على زيزو كلمنا على شكبالة فاضل مين كالعادة وسوريو بص هقول رأيي النهاردة قد يبدو رأيي صادم سأقوله وأمري لله وأمري لله أنا تحدثت في أكثر من المناسبة وقلت أنه سوريو مدرب كبير على مستوى السبي كبير على مستوى الأفكار اللي بيبقى نفسه يطبقها أنه عايز يخترع ويفكر ويبدع كل ده جميل جميل أن المدرب يعمل ده أنه مش موظف حلو أنا احتمل المدرب بيعمل كده بس واضح أنه سوريو ما فيش فايدة هو عايز يحط أفكار أكبر بكتير من الوضع اللي فيه زمالك حاليا وأكبر بكتير من العناصر اللي موجودة كل مباراة بدأ بخطة فاعة مختلفة كل مباراة عنده أسماء مفوت تبقى موجودة ما تلاقياش موجودة بتتفاجئ أنها مش موجودة النهاردة بدأ بخطة فاعة فيه محمد عبدالغاني ومحمود علاء وحسام عبد المييد عشان هو أصلا واضح أنه مش مقتنع وبينزلهم أصلا بين الشوتين غير اتنين منهم اللي هو محمود علاء وحسام عبد المييد ونزل اتنين آخرين حمزة المسلوسة ومصطفى الزناي اللي بيحب يبدأ بيهم عادة يعني ودايما فيه صغارات كبيرة جدا في خطة فاعة نادي الزمالك يعني مثلا النهاردة الكل وبعد شو هنالكال احنا هنشارك في ده يعني الكل قاعد يتحدث عن فكرة هي ضربة الجزاء صحيحة ولا مصحيحة عواد خبط لعب البنك الاهلي ولا ما خبطوش صح كده الكل تكلم على ده بس هو محدش ميسك في الأصل هو ازاي اللعب البنك الاهلي لو كدين بامبو انفرض هذا الانفراد وكان في ظهره لعب زمالك واحد بس مدافع واحد او هو كان في ظهر لعب زمالك واحد بس فين العمق بتاع دفاع نادي الزمالك فين العمق وانت لا متأخر مثلا فقولك انت كنت واخد مخاطرات هجومية فانت عندك مشاكل في الدفاع انت لسه متعادل عمق سيء دفاع الزمالك مع أسوريو حاجة في منتهى السوق اختلفت الأفراد فيه سوق في الأداء التكتيكي والفن والخط اللي بيعملو أسوريو في دفاع نادي الزمالك وهنا هوصل لرأي رأي الشخصي اللي هو ممكن تختلف عليه جمالي الزمالك او تختلف عليه حتى قدرة الزمالك الجديدة اللي هتنتخب يختلف اللي يختلف أسوريو هيمشي الطريق كده ومش هيتغير وهو قال في المؤتمر الصحف في المباراة قبل المضايا لو تفتكر الزمالك تعايد معي وانا بلعب بالطريقة دي الزمالك تعايد معي وانا بفكر بالطريقة دي فخلاص أسوريو هيمشي الطريق كده يكسب يخسر مش هيبقى فرق معاه مش هيبقى فرق معاه المكسب الخسارة طبعا هيفرق معاه المكسب يعني بس مش هيفرق معاه قوي قد ما هيفرق معاه لو غير خططه طرق لعبه مش هيعملها واضح جدا طيب الحل هنا ايه الحل اللي احنا دخينا على فتر التوقف مش بطالة عشان منتخم مصر تمام لو أسوريو نهاردة اتكلم في المؤتمر الصحفي وعزي لكم المؤتمر الصحفي بعد اللحظات انه عنده عرض في البرازيل لو الراجل عايز يمشي لو الراجل عنده عرض تاني لو الراجل مش هيرزل عينها ويرخم معناها في الشرط الجزائي فيتفضل يمشي لو ادارة الزمالك شايفة ده على بولك انا رأي الشخصي ليه عشان ما تجيش لما فاطر التوقف دي تخلص والزمالك يخش في الجد أفريقيا ومحليا فيخسر المباراة لا يتعادل المباراة فهتمشيه في نص الموسم في وضع صعب فهتقول غلط ان انا مشيه دلوقتي فما مشهوش لا اها مشيه طب اجيب يا بديل مؤقت دلوقتي عندك فرصة تفكر عندك فرصة تشوف لو انت مش مقتنع زي انا مش بقول وهفضل اكرر انه سوريو مدرب فاشل لا مش مدرب فاشل ولا مدرب ساي بس عنده افكار مختلفة عن افكار الفرقة او امكانيات الفرقة بمعنى اضق هنا يحصل التطش ده اللي مش راضيتيه فده رأيي وطبعا مسؤوله نادي الزمالك القادمين هما الاولى والقضرة والاكثر اهتماما ومعرفة بحال نادي الزمالك واللي احسن له احنا بنقول كلنا بنقول اراءنا مجرد اراءة على فكرة ممكن اقول الرأيي ده النهاردة واسوريو يكمل مع نادي الزمالك ويعمل ناجحة عبقرية فتلاقي حد يقولك الحد مش فاكر مش قلت يمشي انا ما بقولش يمشي ولا يقعد بالمعنى الصريح انا بقول لو انت كنادي الزمالك تنوي او تفكر في رحيل اسوريو فدي فرصة مناسبة ان انت عندك فترة توقف وعندك الراجل نفسه عنده عرض اخر فيقبل بالعرض الاخر وانت تشوف مدرب تاني وتتخلص من الشرط الجزائي وتعمل الديل اللطيف اللذيذ لو انت متردد فدي الفرصة المناسبة ترجمة نانسي قنقر